السلام عليكم أصدقائي الأعزائي هنتكلم النهاردة عن كيفية إدارة حملة انتخابية لنواب 2020 مع دخول عملين انتخابية مرحلة التقدم للترشح السباق الانتخابي يشتد جميع الحشود جودهم للدعاية والترويق أوصاد ضوائرهم وفيه ضوء افتقاد معظم المرشحين للخبرة الكافية للتعامل مع قضايا مرشحهم يبقى من المهم بتقديم الصالح لهم بشأن كيفية إدارة الحملة الانتخابية بدون مجهود والعشوائية اللي بتحصل طيب إدارة الحملة الانتخابية يعد مثلا أن يساعد في تطوير العملية الانتخابية نقدم لكم بعض الخبرات والسطور من خلال تعاملنا في هذا المجال الشخص اللي برف نفسه دائرة القدرة على تحمل مسئولية دائرة أو دولة بأكملها من خلال عضوية البرنامان وإذا رأى محبوب لدى جمهارية الحصول على ثقتهم يفكر دائما في أن يقدم نفسه النواب أو الشور كيفية الحملة عبارة عن أنشطة يقوم بها المرشح للطاع الناخبين على شخصيته وأفكاره بهدف الحصول على أصوات الناخبين يحتاج المرشح إلى شخص محترف ليدير الحملة تجرى الحملة الانتخابية خلال الفترة الزمنية بين إعلان أسماء المرشحين وحتى قبل يوم الانتخابات ولها عدة مقاومات مقاومات في الموضوع ده أبود يكون عندنا دراسة ظروف الدائرة المحيطة والأوضاع العامة في المجتمع معرفة احتياجات الناخبين وأولوياتهم والخدمات الأكثر أهمية لهم والسياسات الأكثر حيوية والمواقف التي يميلون إلى تأييدهم من أشهر أنشرة الحملة اللقاءات والتجمعات والخطابات والمسيرات والإعلام والدعاية وأنشرة اتصالية من مراسل مدير خطة الفئة المستهدفة ومضمونها هو الرسالة أي مضمون وهدف الحملة من برنامج وشعرات وأفكار هنتكلم الأول عن الوعود الانتخابية هي محور رسائل الاتصالية ويترحى مرشح على الجمهور يجب أن تكون ملائمة لتوعية الجمهور واحتياجاته وظروف الدائرة خصوصا أهمية التوافق مع البرنامج السياسي للحزب أو القائمة إذا كنت مستقل اعقد دائما اجتماعات أسبوعية للفريق للحفاظ على إيقاع العمل بمختلف المجموعات أو اللجان الفرعية بحملتك اهتم دائما بالواجبات الاجتماعية مع أعضاء الفريق زيارات عائلية، مشاركة في أفراح، دعوات للغدا، شاي، مشاركة في كليات خاصة اظهر دائما للفريق اللي معاك روح معنوية عالية وثقة شديدة بالنفس وتفاؤل دائما تابع مدى نجاح خطة الحمل وعدل فيها باستمرار، مش عيب التحقيق من سلامتنا خلال مؤتمر جوهري وهو مدى استجابة الجمهور معها وشعور كله أعضاءه بالانتماء والولاء ليك افتح باب التطوع في حملتك الموازية من خلال ضم المتطوعين وخصوصا للشباب استخدم مختلف وسائل الاتصال منها وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني في الحملة عناصر خطة الحملة انتخابية الجيدة عند التخطيط لحملة انتخابية لابد أن نروع عدة مقامات هي اعداد جيد لملف المرشح ويتعلق بتوافر ملف كامل للمرشح يتضمن سجل حياته اللي وص فيه بتاعنا وأوراق الرسمية لسرعة التقديم لعند فتح باب التقشح اعداد جيد لملف المرشح يتعلق بتوافر ملف كامل المرشح يتضمن سجل حياته أوراقه الرسمية نقطة مهمة جداً اعرف دائرة معرفة الحدود الجغرافية مهمة جداً للدائرة الانتخابية التوزيع السكاني به لازم أبعرف حدوده إيه وحندخل عشرين العالمين مراكذ الثقل الانتخابية الخريطة العائلية والقبالية النشاطات الاقتصالية في الدائرة مقار التصويت وطرق الوصول إليها نازم بقى عندنا الميزانية إجمال التمويل المخصص معرفة المرشح مصادر الدعم المحتمى المرشح نقضاً أو عينية والسانوية التكاليف الدائمة والمؤقتة والأنشطة الحملة امساك الدفاتر وإعداد تقريب ليك للجهاز المركز المحاسبات عن موازنة الحملة وحسب القانون الجديد نتكلم بقى عن الخطة الإعلامية ودي أهم حاجة كل مرحلة نهاية للانتخابات تبقى حاجة إيه أو قرب معها تصويت منكسف الحملات الصدق وعدم المبالغة في التدخيل مهم جداً إننا مش نسمع وعود ونلاقيه في آخر الدنيا بوزة معاناً الانتشار بين صفه الناخبين والتأييد للترشح أدوات الإعلام واتصالات مناسبة للدائرة والاستشارات توافر خبرة قانونية لازم يبقى فيه قحد قانوني معاك الحملة لفهم العملية الانتخابية وإجراءات القانونية المرشح وأنصاره للرد على أي انتقاضات من المنافسين لابد أن المرشح ممارس حق المرشح فيه الرقابة القانونية العمالية الانتخابية من بدايتها وحتى الإعلان نتيجة النهاية ورفض أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب ده دور الرجل القانوني العمل الجامعي بقى لازم يبقى فيه عندي أنا فريق عمل جامعي على درجة كفاءة جالية جدا ده دور اللجنة المعاجل اخترهم بدعاية ترشح برنامجك وأفكارك إعداد الفريق متابعة للتواجد وتسجيل أي أخطاء نجي نتكلم بقى على البرنامج صياغة برنامج أي حد انتخابي مرشح يتضمن حصل المشاكل التي تواجه الدائرة على المستوى المحلي وأسلوب حلها ووضع برنامج زمني لحلها دون مبالغة موقف الترشح من القضايا القومية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تبسيط رؤية وأفكار المرشح للناس حتى يكسب ثقة الجماهية مراعاة خصوصية مواطن الدائرة الانتخابية وثقافتهم وظروفهم مش معي شيء لازم أبقى فاهم الدائرة بتتعمل ازاي إعداد شعارات انتخابية في وسائل دعاية المرشح منسجة مع البرنامج الانتخابي واتتسم بالبساطة والموضوعية والوقعية والبعد عن المبالغة تكون فريق الحملة هم القوة الأساسية لترويج سنوت المرشح وأداراته للمعركة الانتخابية ويراعى في اختيارهم مالي أن يكون من نفس نسيق المستوى الثقافي الاجتماعي والاقتصادي للدائرة اللباقة والقدرة على التواصل مع الناخبين يمتاز الثقة وعنده الخبرة على علم ودراية بكل اللي بيحصل في الدائرة بتاعته التفاف الناخبين حواليه مستشار الحملة مهم جدا لازم ولا بد يبقى فيه المرشح فيه الصفات دي والناس اللي بتشتغل معاك وضع الخطة العامة لإدارة الحملة ولازم يبقى عندي أنا كمرشح اعداد رؤية المرشح نفسه من الحتة الاقتصادية والاجتماعية وسائلسية توجيه المرشح في أفعاله وأقواله أثناء اللقاءاته جمهرية في المؤتمرات يبقى عندي النهار دا لازم يبقى فيه توجيه ولازم يبقى فيه وعي الاشراف العام على تطبيق الخطة الإعلامية إعداد تقرير أسبوعي عن حجم الإنجازات وطورات في الحملة والحركات المنافسة قسم المنافس لازم بقى عندي مدير الحملة مدير الحملة دا الاشراف على عمل الفريق كل وتنصيق أعمالهم في إطار خطة الحملة تمثيل المرشح مع رسالة القطاعات في اللقاءات الجماهرية المباشرة الاشراف العالي بالتعاون مع المسؤول العائل الحملة مع الأنشطة لكل قطاع عندي بقى جزء تاني عقد اللقاءات الجماهرية المباشرة إسبوعيا مع الكتل التصويتية المؤثرة وشرح أفكار المرشح وبرنامجه في الدائرة زيارة المقارات الانتخابية في القطاعات المختلفة منقشة المشاكل العامة للحملة من حيث تنظيم تحسين صورة المرشح ضد بعض الشاعات الكذبة حضور المناسبات الاجتماعية أفراح وعزا وخاصة لعادة العائلة المناطق اللي هي فيها تصويت الانتخابي اختيار بقى منذوب المرشح وكلاءه في اللجاة الانتخابية في عندي برضو مسؤول الإداري التعاون مع عضاء الفريق والمسؤولين المبتدئين ومسؤول المقر لإزالة أسباب الشكوى الإدارية في كل مقر بالدائرة التقارير الأسبوع اللي حيطلع عن المشكلات الإدارية في كل مقر نعرضه في اجتماع هيئة مكتب الحملة تنظيم ملفات الحملة تجميع التقارير المختلفة بمسؤولين وعداد تقارير تحليلية عن طبيعة المشكلات العامة وزكان خاصة في تجميع المطالب والإحتاجات المادية واللوجستية التنظيم الإداري مهم جدا للمؤتمرات الانتخابية واللقاءات الجماهرية متابعة نتائج أعمال الحملة وعماله الإدارية ترتيب بقى الاجتماعات هيئة مكتب الحملة وتجهيز الأوراق وأجندة الأعمال الخاصة بكل اجتماع المسؤول المالي المسؤول المالي لازم يبقى عنده إعداد خطة لحجم الإنفاق المالي في كل جزء أو في كل قطاع ومنطقة على كل نشاط في ضوء معلومات المسؤولين والمدنيين عندي بقى إعداد الكشوف للعملين في الحملة الانتخابية وصرف رواتبهم طبعا فيه رواتب هتطلع وضع معايير مقاييس لكفاءة الأداء المالي للمسؤول الحملة حسب القدرة على تحقيق الهدف المحدد لهم في الخطة العامة يبقى أنا بصرف وعمل خطة بشوف بعد كده المرضوب بتاعها عملية طيب تدقيق حسابات المسؤولين دي مهمة جدا ما تسيبش العملية كلها تبقى أي حد عايزة يقول أي حاجة فيه تقرية تحليلي بتوصيات على تحسين الأداء بيطلع من حضرتك لو أنت شايف فيه مشكلة بناء قاعد بيانات من مختلف أوجه انفاق الحملة وكل المساعدات المالية اللي جات من بره والمتبرعين وعنوينهم أرقام تلفوناتهم وطبيعة المشروعات العامة في كل منطقة لأن ذلك بيصبح التزام قانونيا ويؤدي عدم الوفاء به التعرض لعقوبات مالية جسيمة وعقوبات جنائية حتمية التعاون مع المسؤول الإداري للحملة في إعداد خريطة حدود الدائرة المسؤول المالي الحملة وده يعني على فكه ده يعني أكتر واحد لازم أن تهتم بيه كل قطاع ومنطقة لمعرفة المناطق والقطاعات على حجم الإنفاق المالي أكبر وتلك على حجم إنفاق مالي أصغر والتي إعداد رسم الخطة المالية في ضوء الخريطة اللي هي محطوطة لنا في بقى عندي مسؤول أمني المسؤول الأمني ده بيتلقى البلاغات من المسؤول الحملة من الحالات والمشكلات الأمنية والتعامل مع أقصام ومراكز الشرطة فلازم حد يكون متخصص في الحتة دي وفاهم طبيعة التعامل يمشي إزاي العامة على بناء علاقة غيادة ومتواصلة مع مسؤول الشرطة والأمن والمحليات ومختلفة طبعا كمنا بيجيش يوم وليلة زياراتهم مفروضة من قبل كده بترتب لما أنت ناوي تنزل فأنت بتزبط الدنيا دي كلها بحيث أن أنت تبقى علاقتك كويسة جدا تقدر تخلص مشاكل الناس في الدائرة الدائرة والمناطق الانتخابية المختلفة بها لمعرفة المشاكل الأمنية والقانونية للمواطنين وكيفية الإسهام والاستعادة في نسبة تبعها متابعة المؤتمرات واللقاءات الجماهرية المنافسة وتقديم تقديم مؤتمرات واللقاءات الجماهرية وحفلات الاستقبال من خلال التعاون مع أقصى من الشرطة تقديم أي معلومات يراها ضرورية في الحملة الانتخابية إلى مدير الحملة والمسؤولين المدنيين التواجد في غرفة العملاء بالمقر العام للحملة وتأمين السرية الواجبة لخطة العمل ضد مختلف أشكال الإختراق من الخصومة مسؤول المنطقة جميع المعلومات اللازمة عن المنطقة لاستخدامها في قاعة البيانات وتقديم تقرير أسبوعي حول أوضاع المنطقة إجراء الاتصالات مع المدنيين ومسؤول المربعات بالمنطقة لمتابعة الموقف في كافة أنحاء المنطقة طيب نحن عندنا الناس اللي شغالة معنا كل واحد فيهم من منطقة وده مربع انتخابي واقتراح بقى إيه يعني يبقى عندهم اقتراحات بقى جديدة طريقة التواصل تحليل المربعات الانتخابية الأكثر قوة الأكثر ضعفة مع بعان الأسباب أشوفوا نفسيني عاملينيه إزاي وكافية تغيير الخصومة نعم حاجة غرفة عمليات الحملة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إدارة الحملة الموافقة لضم واستبعاد أي أسماء جديدة للحملة إضافة أي مقار جديدة أو إغلاق مقارات في الحملة الموافقة على أسماء قيادات الرأي المسؤولين عن المربعات الانتخابية دول مهمين جدا جدا تحديد أوجه الاستفادة من قيادات الرأي الأخرين الموجودين في داخل كل مربع في منافسين لك وفي ناس من المشعجوزينك الموافقة على تشكيل لجان خلايا لمناطق من أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على أسماء أخرى من خارج مجلس الإدارة لانضمام إلى لجان خلايا أشقاء والحجد مع اقتراح وسائل جديدة لتعبائته حجد الناخبين لهم السادة المندوبين كل حدد القانون المندوب ما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات المندوب دور حاوي داخل اللجان الانتخابية المتابعة تصير التصوير بصورة سليمة ورصد احتمالات أي تلعبات والحد من عمليات التزوير التي قد تحدث وربما لا تحدث من الضروري اختيار المندوبين وفق معايير الثقة والخبر لازم يكون عنده خبرة وهدوء وصبر ودرقة كاملة بكل حقوقه داخل مقر اللجنة مراعاة عدم وقوع المندوب فريسة لاحتمالات عقد مندوبي بمرشح الخصم للنواية السادة المصيح بقى للمندوب اتواجد أمام مقر اللجنة الانتخابية قبل بداية عمل لجنة من نصف ساعة على الأقل قدم نفسك إلى رئيس اللجنة وتقدم المستند الدائل على كائمة يتأكد دائما من إعداد استمارة إبداء رأي ومطابقة العد الفعلي لأصوات اللجنة وقاليات ذلك في المحضر اللجنة تأكد الحاجات اللي هي الطبيعية اللي هي الناس بتروح وتابعا في الغالب المرشحين ما بجيبش للموضوع ده إلا غير الناس اللي هم الخبرة اللي فاهمين كويس جدا الموضوع ده وبيبقوا فاهمين كويس للي تبقى على الممارسة بيفهم كويس إمتى يعد السندوق إمتى مطابقة لإجمال الاستمارات وعند البداية وعند النهاية وتدوين ذلك في محضر اللجنة بس حزاني تكون عخبة أمام أي عملية تصويت للناخبين ونبه رئيس اللجنة عند وجود أي مشكلة أو خالي يعرقل سير العملية ناخبية وإثبات ذلك في محضر اللجنة اختر مدير الحملة أو مسؤول المنطقة بأي عقبات تواجه إن شاء الله جزء الثاني هنتكلم عن خطة التحرك والهدف منها وإزاي تجيب أصوات وأرضية جديدة والحفاظ على الأرضية القائمة والأصوات المؤيدة والأصوات المعارضة هنتكلم في كل ده في الفيديو اللي جاي إن شاء الله بإذن الله مطقة الدفاع ما سيتقولها معلش أتمنى إن إحنا نكون قدرنا نفيدكو بجزء بسيط من التوعية وكيفية وبركاته